موسيقى عند المدخل الجنوبي لمدينة بيروت تتموضع بلدة لبنانية اقترن اسمها بواحدة من أكثر الأزمات البيئية في هذا الوطن الصغير الناعمة حيث يوجد عند طرفها الشرقي مطمر استقبل نفايات لبنان على مدى عقدين من الزمن لتتراكم عقدة بيئية مدمرة لم تعمل السلطات حتى الآن على حلها وفق آليات علمية تريح السكان القاطنين في محيط المكب الأقرب إلى كارثة تضرب في هواء المنطقة وتربتها وصولا إلى عمق بنيانها الجوفية الناعمة إذا بتاخد اسمها وأصل اسمها الناعمة ضاعة نعمة بكل صدق الناعمة ضاعة بعيدة عن بيروت 15 كم على شط على شط البحر على طريق بيروت الجنوب افتتح المطمر تقريباً سنة 97 بالقوة عنوة عن أهلنا عنوة عننا كلنا سوا ما كان فيه بعد بلديات في تجاهل لحياة الإنسان لحياة البني آدم عنا بلبنان وهيدي شغلة كتير خطرة وهيدي شغلة يعني هني بيكسبوا من تدمير البيئة ومن تدمير صحتنا ومعيشتنا نحنا عنا حوالي 50 طن نفايات كل يوم بين 50 وال60 طن نفايات يومية نحنا معلوماتنا بتأكد إنه المياه الجوفية منطقة الناعمة منطقة الناعمة الدمور كل المنطقة المياه الجوفية ملوسة هذا الصخر هون والناعمة تقريباً بهذه المنطقة هون جاي على في فلقين مثل ما شايفين هوني فلقين ومتوازين على بعضهم الموقع تقريباً هون على صخر كلسي كتير نفذيته عالية في كتير خطر إنه إذا عاملينه للمطمر فوق كسر أرضي ومش عارفين هيدا مصيبة المصايب أكيد تخزق كل المنبران اللي تحت وأكيد الأوصارة تحت النفايات بدأت تنزل لتحت يتلمس القاطنون في الناعمة بوضوح أمراضاً تفتك بأولادهم بالدرجة الأولى لكونهم الفئة العمرية الأكثر تأثراً بآفة الغازات المنبعثة من مخلفات المطمر ويكثر الحديث عن أنواع متعددة من السرطانات التي تفتك بالمواطنين في المنطقة وصولاً إلى تكرر حالات الوفاة المفاجئة صال المصارين بالحساسية اللي ما بتتفسر بشكل طبيعي يعني أنه ما فيه بالعائلة مثلاً ناس عندهم ربو أو شيء فينا نقول دوبل أو تريبل عن الأول ما بين حساسية صدر أو حساسية أنف كان ابني عمره تقريباً شي تسعة شهور صرت فجأة لاقي فيه ورم بجسمه وأحمرار كتير قوي أخذته عند الدكتور فالدكتور خبرني أنه هاي دي من وراء العقس لأنه العقس حامل كتير زبالة من وراء النفايات اللي صارت تتراكم والريحة اللي كانت تطلع وفيه حجرات الطائرة المطلقلة اللي عم تنقل السموم بالهواء وبدت توصل عند البشر وطاعصه وتعمل الردة فاعلة فوين مبالغة كبيرة يعني بين وراء محكة ورعية وحساسية وعطول كانوا العقس يعصوا بمطارح كتير مزعجة مثل هون يورم حتى هاي دي بعدها معلمة لأنه بيضل يحك عطول وما كانت تتروح أبداً من وزه أنا عمرت بيتي بالسنة 2011 بس ما قدرت إسكنه لأنه كان يعمل لي أبراد لأطفالي يعني مرة طالعين البنات عالمدرسة فتحنا البقويبي جاي البوستة زمنت طيطلعوا البنات طلعت ريحة قوية صابوا إسهالوا إستفراغي يعني في عندك مثلا خمسين متر لا يوصلوا للبوستة إسهالوا إستفراغي رجعوا عالبيت للبنات نطلنا للبوستة نطلنا الباص عشي تقيق صابوا إسهالوا إستفراغي أكتر بسبع مرات يعني بنت عمرها سبع سنين وبنت عمرها خمس سنين إسهالوا إستفراغ سبع مرات راحت ما يتجوزهم بالأخير خلينا البوستة في البعد ربع ساعة طلعتهم على المستشفى هنو طالعين على المستشفى البنت الصغيرة العمرها خمس سنين غابت عن الوعي وارتخد كلها سواه وطلع الزبع دي عطمة صارت المرض صرق بالشيب معي ما صدقنا كيف وصلنا على المستشفى 24 ساعة هنو يعطون أمصال يستفرغون أمصال يستفرغون راحت ميت الجسم عندنا حالات أمراض سلطانية يعني تعدت الخمسين وستين حالة بفترة زمنية معينة وبعدنا لحد هلأ عم نقع بمشاكل منفكر ومنقول من ورا هالغازات السامي اللي طلعت من خلال هالمطمر هاي صاري طلعنا من ورا رويح اللي المنبعثة من المطمر النفيات اللي هيدا طبع باي وعين رفيه المدخله من النعمة هو نوع من الشاميات بالجسم نوع من الشاميات بالجسم طلعت هاي دي تورمات خطيرة يعني سرطانات علاجها كتير صعب علاجها كتير صعب بس أنا في حكيم جلد صاحبي شلي شلي درني من ورا كتفي من ورا الرفش يعني وبعدها لحد هلأ بدك تاخد لها علاجات يعني بدك تاخد لها أدوية بشكل دايم ومعاناة من هالنار ليست الأزمة وليدة عمل أهملة من قبل السلطات بل إن تأسيس المطمر لم يراعي الحد الأدنى من معايير صحية كان يفترض أن تدخل في صلب بناء منشآته التي بدأت ببث تلوثها الحاد على مدى عشرين عاماً من دون مراعاة التطور العمراني والبشري في المحيط من الأساس نحنا كنا عم نشوف أنه تركيبة هالبلد عنا بيبلش وبيقولوا مطمر صحي ولكن للأسف مع الوقت بنصير نكتشف أكتر وأكتر أنه مطمر بس ما في شي صحي يعني ما بيكفي لو وصل البحر ولو وصل الأرض مطمر نفايات عم بيجيبوه على منطقة خضرة منطقة بعدها نظيفة الطبيعة بتاخد العقل يجو يشوهول نهية إن كان برواح السموم أو بالطمر مشكلة النفايات مشكلة كتير عويصة بلبنان لبنان بلد كتير موبوء موبوء ميته ملوسي صخورنا الله يستر صخورنا ومخازننا الجوفية وأنا كتير خايفان وعم ضق الجرس كبلدة النعمة اللي تحملنا على مدى عشرين سنين تحملنا نفايات لبنان تقريبا كلها إهمال السلطات المحلية وضع السكان أمام واقع كان عليهم مواجهته بقدراتهم الخاصة بعيدا عن وعود حكومية ورسمية لم يروا لها تنفيذا على أرض الواقع فكان الطب البديل والحمائي واحدا من أسلحة المواطنين لمواجهة وحش التلوث المندفع للنهش من صحة أطفالهم عندي إجراءات كتير بخذة وخاصة بالشتة هي مكانة البخارية اللي ما بقى طاعة ولا نهار لأولادة لقينا إنه اللبن هو بيمنع السلطان يعشعش بالمصارين سعالنا يعني كمان سنة نشوف شو مدى نعمل المي الصخني على الريق هي بتخليك إنه ما يضل شي عندك يتمشي عمل الكلاوي تنشيط عمل الكلاوي مع حامض أو مع عقب بايزي أو مع زنجبيل أو ما يصخني مع قشرة الليمون وصرت عطول بدي تضلي محاميته من هيد القصص صرت اشتري له قصص حطله إياها بجسمه تضلي ريحته الطفل ريحته فاب كل الوقت ما حدا أجل قال بدي شو بدكم أو شو تكلفته ولا أبدا ولا بأي شكل طبعا المهمة كلها ما في الدولة ما لأي دور بالمساعدة بمساعدة الأطفال أو المرادة بها الموضوع والأهل عم تحملوا عادة كل الكلفة بعثونا طبيب من الوزارة بس للأسف أنا أول شي ما أخذت ابني لعنده بس للأسف هيدا الطبيب ما عالجه للولاد مظبوط وإلى أن يستفيق من يعنيهم الأمر تبقى الأزمة من دون حل مطمر لا تنطبق عليه المعايير العلمية وسكان يعانون إهمال دولتهم وإدارة حاكمة لا تريد أن تعترف بمسؤوليتها عن أزمة بيئية أدخلت لبنان شهرة عالمية من بوابة النفايات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر